جدد حياتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولاه ذكرنا في الحلقة الأولى من جدد حياتك أهمية التغيير الإيجابي وذكرنا في الحلقة الثانية سلم السلوكيات وكيف أن على الإنسان الذي يريد أن يجدد حياته أن يتحلى ويتصف بالسلوكيات الإيجابية التي تعينه على تجديد حياته وعلى التغيير الإيجابي وعلى النجاح في هذه الحياة وأن يبسع ذا كل البعد عن السلوكيات السلبية التي تجعل منه إنساناً بدون قيمة وبدون هدف وبدون غاية في هذه الحياة في هذه الحلقة الثالثة سنتكلم عن النجاح وعن الفشل ما هو النجاح وما هو الفشل؟ النجاح تصور وتصرف ومن سلامة العقيدة أن يملك الإنسان المسلم تصوراً صحيحاً عن حقيقة هذه الحياة تصوراً صحيحاً عن حقيقة نفسه كإنسان وعن الحكمة والغاية من خلقه من المفاهيم التي حرف معناها مفهوم النجاح للأسف وأصبح النجاح عند كثير من الناس في الشرق وفي الغرب قارين الشهرة أو قارين الثروة نعم النجاح مطلب كل إنسان عاقل وبغية كل عامل لكن ما الفائدة من نجاح في أمر غير دبال ما ثمرت التفوق في شأن ليس له أي قيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء العظيم اللهم إني أعود بك من علم لا ينفع وعلم لا ينفع كنجاح لا يثمر فكلاهما حري بأن يستعيد الإنسان منه فهذا أمر جد مهم يقول إنشتاين لا تسعي لأن تكون ناجحاً وإنما سعى لأن تكون شخصاً ضاقيمة قد يقول إنسان نعم أريد أن أكون إنساناً ضاقيمة القيمة في علاقتك مع ربك عز وجل القيمة في علاقتك مع أمك مع أبيك مع إخوانك القيمة في الدعوة إلى الله عز وجل القيمة في صلة الرحم القيمة في الإنفاق على المساكين والأرامل واليتامة القيمة في شتى أمور العبادة كل أمر تتعبد به الله عز وجل كل أمر يرضاه الله ويحبه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا الأمر هو الذي يجعلك إنساناً ضاقيمة لأنك حقيقة إن لم تزيد على الدنيا شيئاً كنت زائداً عليها إن لم تضف في الوجود جديداً كنت ضيفاً ثقيلاً عليه النجاح لغة هو الضفر بالشيء وإدراكه وفي القرآن ذكر الله عز وجل الفوز والفلاح في صورة ألي عمران يقول ربنا عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول أيضاً ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيمة إذن مفهوم الفوز أو مفهوم الفلاح وضحه لنا ربنا عز وجل ووضحه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أفلح أو فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر إذن إذا كان ربنا عز وجل ذكر الفوز والفلاح لا بد أن نعتني بالفوز والفلاح لأن الفلاح شمولي والنجاح جزئي وأحادي فقد يكون في جانب ولا يكون في جانب آخر قد ينجح الإنسان في عمله في مهنته ولا ينجح مع أسرته قد ينجح الإنسان في تجارته ولا ينجح في علاقاته الاجتماعية قد ينجح الإنسان في علاقته مع الآخرين لكن لا ينجح في علاقته مع ربه عز وجل إذن الله عز وجل ذكر لنا الفوز وذكر لنا الفلاح قد أفلح المؤمنون قال ابن عباس أي المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا فقال الرغب الأصفهاني الفلاح ضربان دنيوي وأخروي فالدنيوي أدفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة والغنى والعز وفلاح أخروي وهو في تحقيق مرضات الله عز وجل لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن مفهوم النجاح سبحان الله تغير كثيرا وانحرف عند كثير من الناس كثير من الناس يظن أن النجاح في الحصول على الثروة وتجميع وتكديس الأموال وبعضهم يتصور النجاح في الحصول على الوظيفة المنشوذة وبعضهم يظن أن النجاح في حيازة الشهادات التعليمية أو في تأليف الكتب وبعضهم يظن النجاح في الحصول على تأشيرة لبلد غربي والإقامة في هذا البلد وبعضهم يظن النجاح في الزوجة المثالية وبعضهن تظن النجاح في الحصول على فارس الأحلام هذا نجاح ظاهري نعم قد يكون هذا الأمر مطلوبا عند المسلمين إذا كان يريد به مرضات الله عز وجل لكن للأسف عندما نتحدث الآن عن النجاح في عصرنا الحالي كثير من الناس يظنون أنهم قد نجحوا لكن الحقيقة أنهم ما نجحوا نجحوا فقط فيما يبدو للناس نجاح ظاهري لكن لو اطلعت على باطنهم لو وجدت فشلا ذريعا وإخفاقا كبيرا هم نجحوا في الظاهر لكن النجاح الداخلي لم يدوقوا طعمه ما نجحوا في علاقتهم مع ربهم وما نجحوا حتى في علاقتهم مع أنفسهم ركزوا على النجاح المادي يقول ربنا عز وجل قل هل ننبعكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا نجاح لكن في سفاسف الأمور وانظر إلى المجتمع الذين عيشوا فيه للأسف رموزه هم شهير الحماقة نجومه أرباب التهريج في وسائل التواصل الاجتماعي المجتمع يعاني خلطا كبيرا في تصوره وفي تصرفاته يحكى أن رجلا استأذن هارون الرشيد فقال إني أصنع ما تعجز الخلائق عنه فقال الرشيد هات فأخذ هذا الرجل أنبوبة فصب فيها عدة إبر ثم وضع واحدة في الأرض وقام على قدمه وجعل يرمي إبرة إبرة من قامته فتقع كل إبرة في عين الإبرة الموضوع حتى فرع فأمر الرشيد بضربه مئة صوت ثم أمر له بمئة دينار فقيل له كيف جمعت له بين يعني التكريم وبين العقاب فقال لذكائه جعلت له هذا التكريم أي هاته المئة دينار وعاقبته لألا يستغل فرط ذكائه فيما لا يعود عليه بالنفع الذي ينظر الآن إلى عالمنا الحالي نحن نعيش عولمة منذ ثلاث عقود تقريبا وهذه العولمة في حقيقتها ليست فقط اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية بل هي أيضا فكرية فنجد أن معظم الشباب في العالم الإسلامي أصبح غالبيتهم على نمط تفكير الشباب الغربي إقبال رهيب على الشهوات وعلى الشبهات حماس في غير موضعه يبحثون عن تحقيق الحلم الأمريكي الشهرة والطروة حقيقة النجاح وسر النجاح هو النجاح في السر الذي يعتقد أنه نجح وقد جمع الأموال بطريقة غير شرعية ما فهم حقيقة النجاح لأن هذا المال ستسأل عنه مرتين مما اكتسبته وفيما أنفقته التي ركزت في وظيفتها ونسيت بيتها وأهملت أولادها ما أدركت حقيقة النجاح الذي يقوم لعمله ولا يقوم لصلاته ما أدرك حقيقة النجاح يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعد وينصح معادة بن جبل وأبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهما والخطاب والحديث للأمة قاطبة يقول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيثما كنت هذا قائم على ماذا؟ على التقوى علاقتك مع الله عز وجل فسر النجاح في علاقتك مع الله عز وجل قائم على التقوى على قدر خشيتك لله على قدر نجاحك في علاقتك مع الله عز وجل علاقتك مع نفسك ونجاحك مع نفسك قائم على فعل الحسنات واجتناب السيئات والاستغفار وأيضا علاقتك ونجاحك مع الناس قائم على حسن الخلق فالإنسان إذا نجح في علاقته ابتداء مع ربه سينجح أكيد في علاقته مع نفسه وإذا كان متصالحا ومتوافقا مع نفسه أورث له ذلك سكينة وطمأنينة ورضا بأقدر الله لأنه حقق النجاح مع ربي عز وجل ومن يؤمن بالله يهد قلبه وفي قراءة غير متواترة يهدأ قلبه وإذا نجح الإنسان في علاقته مع نفسه أورث له ذلك كما قلنا تصالحا وانسجاما مع نفسه فصلحت بذلك علاقته مع الآخرين يقول أبو نعيم كما في الحلية عن عون قال كان الفقهاء يتواصلون بينهم بثلاث ويكتبوا بذلك بعضهم إلى بعض من عمل لآخرته كفاه الله دنياه ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته ومن أصلح ما بينه وما بين الله أصلح الله ما بينه وما بين الناس إذن لابد أن نصحح تصورنا عن النجاح حتى نصحح تصرفاتنا أيضا نصحح تصورنا عن الفشل عادة يتم تعريف الفشل بأنه عدم القدرة على تحقيق الأهداف وأن تسير الأمور بالطريقة التي كنا نقوم ونرغب بتخطيطها لكن هذا ليس حقيقة الفشل الفشل جزء من النجاح هل سمعتم بشخص نجح منذ الوهلة الأولى؟ إن وجدتموه فهذا استثناء أما القاعدة العامة فالناجحون ينتقلون من فشل إلى فشل حتى يحققوا أهدافهم أروع نموذج للنجاح نبينا عليه الصلاة والسلام دعا قومه وما استجابوا له دعا في الطائف وطردوه في غزوة أحد ما أطاعه كثير من الرمات ومع ذلك كان مؤمنا بقدرته على تبليغ هذه الرسالة وهذا الدين العظيم إذن الفشل فرصة للتعلم والاستفادة من الأخطاء لتصحيح المصار قصص كثير من رجال الأعمال والمشاهير شاهدة على ذلك الفشل وشاهدة على هذا الأمر لأن الفشل دعوة لتغيير ما وجب تغييره فكما نقول من السداجة أو من الغباء أن نفعل نفس الأمور وننتظر نتائج مختلفة فالفشل يدعون إلى تغيير الطريقة الفشل الحقيقي هو الاستسلام والتوقف عن المحاولة وتجديد الحياة والنجاح يأتي من ماذا؟ يأتي من القرارات الصائبة وتأتي القرارات الصائبة من التدبير السليم للأمور والتقدير السليم يأتي من ماذا؟ من التجارب والتجارب تأتي من التقدير الخاطئ للأمور إذن كثير من الناس لا يدركون أهمية الإخفاق في التمهيد للنجاح النجاح هذا أمر مؤكد لكن إذا كان هناك إصرار وكانت هناك استمرارية عندما قام الباحث والكاتب نابوليون هيل صاحب كتاب فكر لتصبح غنيا وصاحب كتاب قوانين النجاح التقى بأكثر من 500 شخص حققوا درجات عالية من النجاح كلهم أجمعوا بدون استثناء أنهم قد حققوا النجاح بعد مواجهة الإخفاق قرروا أن يمشوا خطوة أخرى بعد الإخفاق فنالوا ما يريدون كما أقول وكما نذكر وكما نكرر دائما كثير من الناس يفضلون البقاء في منطقة الآمان منطقة الراحة منطقة الارتياح ومن أجل ذلك يقبلون بوضعهم الحالي ولا يفكرون بالتغيير لا لا تخف من التغيير أقدم احرص على ما ينفعك تقدم ولا تخف يقول ابن القيم رحمه الله وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من آثر الراحة فاتته الراحة وأنه بحسب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة وتكون لده فلا فرحة لمن لا هم له ولا لدة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له إذن غير أولا وابتداء تصورك عن النجاح النجاح ابتداء نجاح مع ربك عز وجل ثم نجاح مع نفسك ثم نجاح مع الآخرين وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لا بد أن تبني نجاحك على هذه الأمور الثلاث نجاح مع ربك ونجاح مع نفسك ونجاح مع الناس قاطبة وأيضا لكي تصل إلى هذا النجاح غير تصورك أو صحح تصورك عن الفشل الفشل هي تجربة الفشل درس تستفيد منه لتصحح كثيرا من الأمور وأنت تسير في طريق تجديد الحياة وأنت تسير لتبني علاقتك مع النجاح من جديد فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جدد حياتك